بسم الله نبدأ دائما وأبدا وبحمد الله ننتهي إن شاء الله أبنائي وبناتي الطلبة في كل مكان أهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات اللغة العربية موعدنا اليوم مع فصل جديد من فصول قصتنا المقررة علينا كثاح شعب مصر موعدنا مع الفصل الخامس وعنوانه إرادة الشعب وعزل الوالي التركي خرشد في نهاية درسنا اليوم يكون المتعلم قادرا على أن يحقق ثلاثة أهداف هدف معرفي وبنقول فيه يعرف أهم أحداث تاريخنا الوطني هدف وجداني يعبر عن حبه للوطن ويؤمن بالدفاع عنه هدف مهاري يحلل القصة تحليلا فنيا سنتعرض في هذا الفصل إلى شخصيتين من الشخصيات التي أثرت في تاريخ الحركة الوطنية بمصر الشخصية الأولى شخصية عمر مكرم وهو زعيم مصري قاد المقاومة ضد الفرنسيين في القاهرة وقاد الثورة ضد خرشد الشخصية الأخرى شخصية خرشد وهو وال تركي ظالم مستبد صار الشعب المصري ضده وقام السلطان التركي بعزله إرضاء للشعب المصري يتناول فصلنا اليوم ثورة الشعب المصري ضد الوالد تركي خرشد بسبب سياسته الفاسد المستبد وعرض عليه الشعب ثلاثة مطالب لكنه سخر وأنكر حق الشعب فيها فحاصره الشعب في قلعته فاضطر السلطان التركي لعزله تهدئة لثورة الشعب نتناول أحداث هذا الفصل في ستة عناصر العنصر الأول ثورة الشعب ضد كل حاكم مستبد العنصر الثاني خرشد الحاكم المستبد العنصر الثالث ثورة المصريين ضد خرشد العنصر الرابع مطالب الشعب وموقف خرشد منها العنصر الخامس محاصرة الشعب لخرشد وقلعته العنصر السادس والأخير إرادة الشعب تسقط خرشد تعالوا بقى مع بعض نتناول عناصر فصلنا النهاردة بشيء من التفصيل عنصرنا الأول ثورة الشعب ضد كل حاكم مستبد كان شعبنا المصري يتمسك بحريته وحقوقه كان يرفض أن يستبد حاكمه أو يسوقه كما تساق الأنعام كان يقف له بداية الأمر ناصحا محذرا فإذا لم يستمع هذا الحاكم إلى نصيحته أو تحزيره ثار عليه وتمرد وأنزله من عرشه وسلبه ملكه وسلطانه وقصة خرشد مع شعب مصر عام 1805 وما قبلها تبين لك شجاعة شعبنا وقوة إرادته العنصر الثاني خرشد الحاكم المستبد كان خرشد واليا فاسدا ظالما حاكما مستبدا قاسيا لا يحب شعبه ولا يعرف الرحمة بالناس كان كل همه في الحياة أن يجمع المال الوافر لينفقه على ملازه ورغباته الشريرة الفاسدة وكان يستعين في حكمه لشعبنا المجيد بجنود غير مصريين لا هم لهم غير النهب والسلب والإضرار بالناس العنصر الثالث ثورة المصريين ضد خرشد غضب الشعب من أعماله الشريرة وتصرفاته السيئة حتى بلغ الغضب غايته وبدأت النفوس تسور وتغلي كما يغلي الماء على النار ولم يبقى إلا أن تقع من خرشد وجنوده وقعة واحدة ليعلن الشعب غضبته وثورته وعصيانه وعندئذ ينزله الشعب عن عرشه ويجرده من جبروته وسلطانه ثم يلقي به بعيدا عن هذه الديار ووقعت الوقعة في مايو سنة 1805 عندما اعتدى جنود هذا الوالي على الأهالي اعتداءا مؤلما واندفعوا إلى الحوانيد فنهبوها وإلى المواطنين المارين في الشوارع والطرقات فسلبوا ما كان في جيوبهم من مال حتى البائع الجائل خطفوا بضاعته وأكلوا ثماره وفاكهته شعر شعب مصر أنه ليس من الشرف ولا من الكرامة أن يسكت عن هذا الفساد أو أن يقبل هذا العار فسارت جموعه وانطلقت في الشوارع والميادين شبابا وشيوخا صغارا وكبارا يهتفون بسقوط خرشد وجنوده ولقد لجأت جموع الشعب السائر إلى المشايخ والعلماء وكان لهم في هذا الوقت مكانة عظيمة عند الناس وكانوا موضع احترامهم وتقديرهم ولهذا وثقت بهم طوائف الشعب والتفت حولهم ورضيت بقيادتهم وزعامتهم العنصر الرابع مطالب الشعب وموقف خرشد منها وحول دار المحكمة العليا تجمعت جموع الشعب وطوائفه مع المشايخ والعلماء لتقديم مطالبهم إلى هذا الوالي الأحمق وتتلخص هذه المطالب في خروج الجنود الأجانب من البلاد عودة المواصلات بين الوجهين البحر والقبل عدم فرض ضرائب جديدة من غير موافقة العلماء وزعماء الشعب وأرسلت هذه المطالب إلى خرشد حيث كان متحصنا في قلعته وبدلا من أن يدرك حقيقة الأمر ويمنح الشعب حقوقه ويخضع لرغباته العادلة ضحك وسخرة وأنكر حق الشعب في هذه المطالب العنصر الخامس محاصرة الشعب لخرشد وقلعته ولما علم العلماء والزعماء عدم قبول الوالي مطالبهم ازدادوا غضبا وثورة وقرروا خلعه وأعلنوا قرارهم للجموع الكثيرة التي كانت تتزاحم كل يوم حولهم فما كان من الشعب الثائر إلا أن قرر محاصرة خرشد في قلعته واندفعت الجماهير يا ولدي مزودة بالسلاح والبنادق تحاصر خرشد في قلعته أبت طوائف الشعب أن تترك مكانها حتى يخضع خرشد لإرادتها ومطالبها أو يرحل عن هذه الديار وطال حصار الشعب للقلعة فلم يجد خرشد مفرا من أن يرسل رسوله مرة ثانية ليقول للسيد عمر مكرم كيف لا تطيعون أولي الأمر منكم وأنتم رجال الدين فرد السيد عمر مكرم قائلا نحن لا نطيع إلا الوالي العادل وخرشد أبعد ما يكون عن العدل والرحمة أية طاعة تجب على الشعب لهذا الوالي الذي استبدى وطغى أية طاعة تجب على الشعب لهذا الوالي الظالم الذي لا يعرف غير السلب والنهب والتعزيب أية طاعة تجب على شعب سلبه هذا الوالي الأحمق حريته وكرامته وأخيرا صاح السيد عمر مكرم في وجهه قائلا قل لخرشد إنه ليس الوالي الذي تجب على الشعب طاعته العنصر السادس والأخير إرادة الشعب تسقط خرشد ظل الشعب يا ولدي يحاصر خرشد في قلعته معلنا أنه لن يتخلى عن مطالبه ولو كره الوالي وجنوده وأمام إصرار الشعب وإرادته وجد سلطان تركيا أنه لا مفر من خلع هذا الوالي الظالم تهدئة لهذا الشعب الغاضب الثائر وأرسل هذا السلطان إلى خرشد يقول له لقد أدركنا غضب الشعب المصري وتمرده عليك وحصاره لقلعتك وأدركنا أنه من الخطأ تأييدكم في سياستكم التي أثارت الشعب ورأينا أنه لا بد من عزلكم تحقيقا لرغباته واستجابة لمطالبه هذه صفة من صفات شعبنا التي يجب أن تباهي بها وتفاخر تعالوا نشوف بقى مع بعض المفردات التي وردت في هذا الفصل كلمة يتمسك المراد بها يحرص على كلمة الأنعام معناها الحيوانات ومفردها النعم ملازه المراد متعه وشهواته النهب هو الاستيلاء قهراً والسلب الأخذ قهراً كلمة جبروته بمعنى غطرسته واستبداده كلمة الوقعة هي المصيبة الحوانيت المحلات نفردها الحانوت الأحمق قليل العقل جمعها الحمقى متحصناً بمعنى محتمياً يخضع يخضع بمعنى يزل ويضعف قلي الأمر المراد الحاكم يتخلى أي يتنازل تأييدكم مساندتكم لا بد أي لا مفر تعالوا نشوف بقى أحداث الفصل بتاعنا النهاردة في صورة سؤال وجواب سؤال الأول كيف كان الشعب المصري يعامل الحاكم الظالم نشوف الإجابة مع بعض يقف له في بداية الأمر ناصحاً ومحزراً فإذا لم يستمع له هذا الحاكم يثور عليه ويتمرد وينزله عن عرشه ويسلبه ملكه وسلطانه نشوف سؤال آخر ماذا تعرف عن خرشد وبمن استعان في حكمه نشوف الإجابة مع بعض خرشد والي تركي فاسد ظالم مستبد صار ضده الشعب المصري وحاصر قلعته حتى عزله السلطان التركي وقد استعان في حكمه بجنود غير مصريين لا هم لهم غير السلب والنهب والإضرار بالناس نشوف سؤال آخر لماذا سارت مصر على الوالد تركي خرشد الإجابة بسبب أعماله الشريرة وتصرفاته السيئة فقد كان فاسداً ظالماً مستبداً قاسياً لا يحب الشعب المصري ولا يعرف الرحمة بالناس وكل همه جمع المال لينفقه على ملازه واستعان في حكمه بجنود غير مصريين نشوف سؤال آخر ما الوقعة التي أثارت غضب الشعب المصري ومتى حدثت نشوف الإجابة مع بعض الوقعة هي اعتداء جنود خرشد على الأهالي اعتداءاً مؤلماً ونهب ما في المحلات وسلب ما في جيوب المواطنين من مال حتى البائع الجائل خطفوا بضاعته وأكلوا سماره وفاكهته وكان ذلك في مايو عام ألف تملمية وخمسة اذكر موقف الشعب من خرشد وجنوده سارت جموع الشعب ضد خرشد وجنوده وانطلقوا في الشوارع والميادين شباباً وشيوخاً صغاراً وكباراً يهتفون بسقوطه ولجأوا إلى المشايخ والعلماء سؤال آخر لماذا لجأ الشعب إلى المشايخ والعلماء الإجابة لمكانتهم العظيمة عند الناس ولأنهم كانوا موضع احترامهم وتقديرهم نشوف سؤال جديد ما المطالب التي تقدم بها الشعب المصري للوالي خرشد خروج جميع الجنود الأجانب من البلاد اتنين عودة المواصلات بين الوجهين البحري والقبلي 3- عدم فرض ضرائب جديدة من غير موافقة العلماء وزعماء الشعب أين تجمعت جموع الشعب وطوائفه ولماذا؟ نشوف الإجابة مع بعض تجمعت حول دار المحكمة العليا لعرض مطالبهم على الوالي خرشد سؤال آخر ما موقف خرشد من مطالب الشعب وماذا قرر العلماء؟ الإجابة ضحك وسخر وأنكر حق الشعب في هذه المطالب وكان قرار العلماء أنهم قرروا خلع خرشد وأعلنوا قرارهم لجموع الشعب أذكر نتيجة رفض خرشد لمطالب الشعب الإجابة قرر الشعب محاصرة خرشد في قلعته فاندفع مزودا بالسلاح والبنادق يحاصر خرشد وقلعته ورفض أن يترك مكانه حتى يخضع خرشد لإرادته ومطالبه أو يرحل عن هذه الديار ما حجت عمر مكرم في عدم طاعته لخرشد؟ نشوف الإجابة مع بعض أن خرشد حاكم ظالم طاغ مستبد لا يعرف غير السلب والنهب والتعذيب وقد سلب من الشعب حريته وكرامته والطاعة لا تجب إلا للوالي العادل نشوف سؤال آخر لماذا خضع السلطان التركي لمطالب الشعب وعزل خرشد؟ الإجابة تهدئة لثورة وغضب الشعب المصري وصلنا دلوقتي بقى للتدريبات وتعالوا نشوف مع بعض التدريبات اللي جهزناها النهاردة اختر الصواب مما بين القوسين كان هم خرشد في الحياة جمع المال تعليم الشعب تحصيل العلوم يا ترى كان هم خرشد في الحياة إيه؟ برافو عليكم أحسنتم جمع المال النقطة التانية اعتدى جنود خرشد على الأهالي اعتداءا مؤلما عام 1802 1809 1806 1805 برافو إجابة صحيحة أحسنتم عام 1805 النقطة التالية لجأت جموع الشعب إلى نقط ليتحدثوا باسمهم أمام الوالي يا ترى جموع الشعب لجأت إلى مين؟ الجنود والدباط التجار والصناع المشايخ والعلماء برافو عليكم طبعا المشايخ والعلماء النقطة الأخيرة تجمعت جموع الشعب حول دار نقطة لتقديم مطالبهم إلى خرشد يا ترى جموع الشعب تجمعت حول دار دار المحكمة العليا دار الحكمة دار القضاء العالي طبعا برافو عليكم دار المحكمة العليا نشوف مجموعة أخرى وبنقول كان موقف خرشد من مطالب الشعب السخرية الموافقة المناقشة طبعا موقف خرشد كان وهو سبب ثورة الشعب برافو عليكم السخرية طيب استعانى خرشد في حكمه بجنود مصريين أم جنود غير مصريين طبعا غير مصريين كان خرشد حاكما ظالما فاسدا عادلا صالحا متدينا طاهرا طبعا الإجابة معروفة كان خرشد حاكما أيوة أحسنتم ظالما فاسدا قرر العلماء بعد رفض خرشد مطالب الشعب اعطائه فرصة خلعه التنازل عن بعض المطالب كان قرار العلماء هو ايوة برافو عليكم أحسنتم خلعه تعالوا نشوف مع بعض هذه المجموعة من التدريبات ونقول ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة الشعب المصري يرفض الخضوع والاستسلام للطغاة يا ترى الإجابة ايه صح أم خطأ طبعا الشعب المصري يرفض الخضوع والاستسلام لأي طاغية يبقى الإجابة برافو عليكم أحسنتم إجابة صحيحة طيب كان خرشد حاكما عادلا طبعا برافو عليكم إجابة خاطئة لم يستجب السلطان التركي لمطالب الشعب المصري يا ترى السلطان التركي لم يستجب لمطالب الشعب وخلى خرشد زي ما هو والي أم استجاب وعزل خرشد برافو عليكم يبقى هذه الجملة خطأ برافو تخلى زعماء الشعب عن شعبهم عندما قام بثورته ضد خرشد قاله ملناش دعوة يا ترى إيه طبعا إجابة خطأ برافو عليكم أحسنتم بكده نكون وصلنا مع بعض إلى نهاية حصتنا اليوم أترككم في رعاية الله وأمنه وألقاكم دائما على خير بإذن الله ترجمة نانسي قنقر